اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يتم وصف التنميل على انه شعور مزعج حيث انه يعبر عن حالة غير طبيعية او وضع غير سليم في جسم الانسان وقد يحدث في اي منطقة في الجسم الا انه عادة ما يصيب الاطراف اما العلوية او السفلية هناك نوعان من التنميل والتي تم تصنيفها بحسب طول المدة الزمنية التي تختفي فيها الاعراض النوع الاول التنميل العرضي والتي تزول اعراضه بعد عدة دقائق اما النوع الثاني فهو التنميل المزمن والذي يستمر لفترة طويلة ويكون بالعادة نتيجة لمرض او مشكلة عضوية كمرض السكر مثلا يرجع سبب التنميل الرئيسي الى مشكلة في تدفق الدم في الاوعية الدموية حيث يمنعها من تغذية الاعصاب وبالتالي فسوف يحدث هناك تلف في هذه الاعصاب وستشعر بالتنميل ولكن ما الذي قد يسبب المشاكل في سوء نقل الدم او تلف الاعصاب حدوث مشاكل في العظام فتتسبب الامراض او المشاكل التي تصيب العظام بتلف او تهيج في الاعصاب ومن الامثل على هذه المشاكل الاصابة بهشاشة العظام او التعرض لضربة على العظم خاصة اذا حصل هناك كسور او تلقي ضربة على الرقبة او الوقوع على الظهر او بعض الامراض العظمية الاخرى مثل متلازمة النفق الرسغي وغيرها بالاضافة الى العديد من الاسباب التي لا تحصى لذلك يجب ان تتم مراجعة الطبيب اذا احسست بمشكلة تنميل متكررة ولازمتك بعض الاعراض الخطرة ولكن بشكل عام فان وضع الكمادات الدافئة او عمل المساج للجزء المصاب قد يساعد على التخفيف من العوارض انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر